أهلاً وسهلاً من جديد مشاهدين ومستمعين نعود للتواصل معكم مباشرةً لأبرز ما جاء في صحف القرطون الصادرة الصباح اليوم البداية بصحيفة الاتباهة تقويض الجيش بتدخل لحسم التفلتات الأمنية في البلاد ولجان المقاومة توقع على ميثاق لإسقاط الانقلاب وحل الدعم السريع تقديم المعزول للمحاكمة متهماً أول في فتوى قتل المتظاهرين الأمة القومي الجدل حول لقاح ميتي وتغيير استخفاف ونظرة سطحية ريوة تغيير تقدم مقترحاً جديداً لوحدة مكونات الثورة والتوقيع على مفاق سلطة الشعب ورفض التفاوض المباشر وغير المباشر النيابة تصريحات البشير وطاها وهارون وعز الدين أوقعت الكثير من القتلى خلال عام 2019 مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلال مدهمة إسرائيلية بالضفة الغربية وقرار بالتعامل الحاسم مع المظاهر العسكرية غير القانونية بكل بلاد في الصفحة الثانية لصحيفة الانتباه تجمع المهنيين التصعيد المستمر حتى ابتحام القصر واستلام السلطة وحمايتها من صرفاء الجيش القبض على مقتصبية ست نازحات بشمال دارفورد لجنة المعلمين الوزارة لم ترد على مذكرة أجيل امتحانات الشهادة مقاومة سوك بوزيد تقصير رسوم غير قانونية من الفريشة بـ 32 ألفين المضور الشعبي جهات وراء تعطيل بدء اللقاء التحضيري واحتواء حريق ضخم بشارع الغابة في القرطب بعد توقيع عليه أمس ميثاق سلطة الشعب ضوء في آخر النظام نجول في صحيفة الانتباه نظمتها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تقول شركات التعدين في الإنتاج المبكر تفاصيل ورشة نوعية في صفحة الخامسة جوبا تتهم دول شرق أفريقيا بإطعام الجنويين سلعا سامة الأجيون الأثيوبيين بجوبا يطالبون بجنسية دولة الجنوي وفي صفحة حوادث وقضايا في صحيفة الانتباه ضبط شاحنة محملة بأدوية منتهية الصلاحية بأسطوب الإسكان كريم توقيف متهم بقتل آخر طعنا بسكين إفر المشاجر بطيبة الأحامة في هذه الصفحة أيضا كتبت حاجر سليمان في عمودها وجه المهار وجه المهار تمتع بالرحمة وفي صفحة مع الأحداث محكمة قتل المتظاهرين تفاصيل موفية في صفحة قبل الأخيرة وهي صفحة الرياضة في صحيفة الانتباه حاليلال يفتح ملف القمة انسحاب السودان من مطولة سيكافا للسيدات من ريخ القوض الميران الرئيسي للهلال اليوم منتخب الشباب يتدرب وتقليص الكلية إلى 25 لاعبا الهام عسكر المنتخب الأول في المغرب والسيلكة في أخيرة الانتباه في صفحة الأعمدة كتب أحمد يوسف الثاي في عموده نط للوطن ما أشقان بهؤلاء وأيضا كتب صبر محمد في عموده صفق المداد لأحلى حتة في البهين وزير المالية مستعدون لدعم الضرائب بكل وسائل تحديث العام نتحول إلى صحيفة السوداني وفيها المتحرخة طبن حمدي للإدلاء بأخواله حول قتلة المتظاهرين سلطات كسلة تفرض حظر التجوال بعد مواجهات قبلية وزير التربية لا تأجيل لامتحانات الشهادة السودانية وفي الصفحة الأولى أيضا طبعا هذا العنوان تخيل لي وورد في كل الصحف الفرطومة اليوم اغتيال مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عدل في الصفحة الثالثة وحدة قواء الثورة خطوة على الطريق لجان المقاومة لم تعرها اهتماما إعلان لدعم السيادة اليونيتامس تحت القصر نتحول ونتجول في صحيفة السوداني في صفحة تقارير القمح عندما يصبح الانتاج أزمة هذا ما كتبته رحاب فريني في تقريرها في صفحة كوكتيل في صحيفة السوداني فتاة تثير ضجة بمواقع التواصل بطلب عريس للزواج في جريمة بشعة استجهاد الصحفية شيرين على يد قناص إسرائيلي المخرج أبو بكر الشيخ تفشي العنصرية والقبلية مهدد كبير لاستقرار البلاد الدراما قضية أمن قومي ويجب أن تكون حائط صد لكل مهددات الأمن وفي الصفحة السابعة صفحة كوكتيل أيضا هدى عربي تكافي أصحاب الفيديو الراقص بهذه الطريقة خلال حفل حاشد فنان سوداني شهير يسجل اعترافا خطيرا ويحذر الجميع أنا ما فنان أنا حرام قطعت القهرباء فتبادلت الشقيقتان عريسهما في مكان مهجور بفولندا الأثور على كنز نازي ثمي في صفحة مال وأعمال أردول 800 مليون دولار العيدات المتوقعة من الانتاج التعديلي المبكر لجنة مصغرة لمعالجة مشاكل القطاع المطري ومحفظة لتوفير السماد للعروة الصيفية بالجسد وفي صفحة رأي كتب دكتور إصام محجوب الماحي من يبدد العتمة بعدك وكيف قطاق الحياة من فراغ في صفحة الرياضية في صفحة الرياضة العالمية في صحيفة السوداني أردت لنفرد في الفرصة أمام توتنهام وفينجر على حق رئيس إيويفا ردًا على كلوب لا أبيع التذاكر لأصدقائي ستة أندية تنافس أرسنال على خدمات جيسوس صلاحة الأفضل بين الجميع والأرقام خير دليل هندرسون سنحصل على المكافأة في النهائي وفي أخيرة السوداني كتب مجد عبد العزيز في عمودها الرواية الأولى زيارة نغضى المصري ذكاء الخطوة وكتب بكر المدني في عموده الطريقة الثالث حل وتركيب السودان من جتبت في صحيفة الوطن مجلس الأمن والدفاع يصدر قرارات لحسم التفلدات لجان المقاومة توقع ميثاق سلطة الشعب اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع تتخذ عدد من القرارات وفي الصفحة الثالثة في صحيفة الوطن فرص نجاح العملية تسهيلية ما بين الضغوط الأمريكية وخلافات الثلاثية هذا ما كتبه صالح عبد العزيز دعم جديد من واشنطن لأوكرانيا وانتقادات من أعضاء بمجلس النواب الأمريكي ونتجول في صحيفة الوطن في صفحة الولايات أكثر من 370 مستفيد من المخيم العلاجي لأمراض السلسلة الفقرية بالشمال كدفاع في اجتماع عاصف المجلس الأعلى للنظارات البجة والعموديات المستقلة يصدر أخطر القرارات وهناك مشتركة لتأمين المناطق الجنوبية لفرض هيبة الدولة لجنوب تالفور في صفحة الأعمدة في صحيفة الوطن كتب الباغر عبد القيوم العلي في عموده همس الحروف شركة زامبور الأمريكية للطاقة وكتب أشرف إبراهيم في عموده منصة حزام المخاطر كتب جمال عنقرة في عموده تأمولات الرئيس نميري نسيج وحيد نتحول إلى صحيفة الوفاق الأمن والدفاع يوجه الجيش والقوات النظامية بحسن التفلتات التربية لا اتجاه لتأجيل امتحانات الشهادة السودانية أخفضات كبيرة في التعاملات المرورية وأيضا في صحيفة الوفاق الصفحة الثانية مقترحة للدفع بمجلس شورى من الشيوخ للبرهان للمساعدة في حل أزمة البلاد أيضا في صحيفة الوفاق الصفحة الوفاق السياسي الوفاق تستنتقى المرشح لرأسة مجلس الوزراء البروكيسر أحمد صباح الخير رشحني الثوار ولم أتلقى دعم مادي من أي جهة داخلية أو خالجية تأجيل الحوار السوداني السوداني الأسباب والدواعي والسوداني يشارك في ملتقى أفريقيا للاستثمار والتجارة بالجزائر تربية وتعليم الخرطومة تعلن رفضها لتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية ولاية سنار تشرع في ادخال الطاقة الشمسية للقطاع البستاني وزير مالية نهر النيل توفير كميات كبيرة من الغاز للولاد وفي صفحة منوعات السير قذور وأغاني وأغاني كتب حسن فضل المور شادنا الفن يلعب دورا محوريا في توحيد ويدان الناس وفي الصفحة مخيرة في صحيفة الوفاق كتب البشر الماحي الصايم في عموده ملازات آمنة مباشر لأحمد طاها بالجزيرة مباشر كتب جمال عنقر إشراق سيد محمود وصية الشريف زين العابدين الهيد نتحول إلى صحيفة السوداني وفيها غضب دولي لاغتيال الإسرائيل للصحفية شيرين أبو عاقلة وفي الصفحة الثالثة صفحة أخبار المرور تخفيض المعاملات المرورية بنسبة 50% في صفحة الاقتصاد المواصفات اجتاز التدقيق الخارجي للمختبرات والمدير العام يتفقد ورشة القياس المركزي وفي صفحة منوعات كتبت سومة المغرب بعيدا عن السياسة دون البوحة الصريح في صفحة ملاعب ملاعبنا المحلية السوداني الدولية تقف على جاهزية السماني الصاوي للقمة موتى يكشف أسباب التعادل مع توتي المريخ يكثف تحضيراته للقمة وسط اهتمام كبير طارق سيد المعتصم يطالب اللاعبين بالفوز في قمة السبت وفي صفحة آراء وتقارير على خلفية قضية التراحيل بمركز النور تظلم المكفوفين للسودان الحلقة الضيقة في الصفحة الأخيرة لصحيفة السوداني الدولية كتب محجوب عروى في عموده يقول حسنا الديمقراطية التوافقية أو التصويت الإقافي وكتب طاهر المعتصم من على الشرفة شهيدة الصحابة تجمع المهنين السودانيين يعني شيرين أبو عاقلة ومباحث شرطة ولاية الخرطوم توقف العديد من معتادي الإجراء في صحيفة الصيحة الأمن والدفاع يوجه بحسن التفلثات والمظاهر غير القانونية مصرح شخصين وحرق منازل في أحداث دامية بكسلة المقاومات توقع على ميثاق سلطة الشعب طيب في الصفحة الثالثة في صحيفة الصيحة المستشار بالعدل يروي للصيحة تفاصيل الاقتداء عليه من شرطي معلومات جديدة في قضية فتوى قتل المتظاهرين خضوا بالسياد الشعب قادر على تجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد في صفحة الاقتصاد الموارد المعدنية تتعاهد بإزالة تحديات الشركات استقرار سعر الضولار لدى بنك السودان المركزي وفي تداولات السوق الأسود حوارات تحت التربيزة ماذا تخفي الأحزان واشنطن تطالف الجيش بتسليم السلطة للمدنيين ورقة ضغط أم دعم لمبادرة فولكر هذا ما كتبته عوضية سليم ونتجول في صحيفة الصيحة كبير المستشارين بوزارة العدد يكشف عن اقتداء وقع عليه من قبل شرطي مرور تفاصيل مثيرة في محاكمة الرئيس المعزول في قضية فتوى قتل المتظاهرين في صفحة بلاغ في صحيفة الصيحة فاق عددها ألفين منطقة وشك سكانها التهميش أشوائيات الخرطوم أرض خصبة للجريمة والمجرمي في صفحة الحوش الوسيع وهي من إعداد سراج الدين مصطفى سليمان أبدأود العبقري الذي رحل خلسه وفي عموده نقرب أصابع لسراج الدين مصطفى على طريقة الرسم بالكلمات عبيض الأسود عبد المنعم الخالدي الصوت الخالدين نفسيات وكلام في الفن مص كلمة الحلنجي غزارة الإنتاج الجمعي في الصفحة الرياضية أيضا بعد أن ألزمت مجلس حازم الانتظار لقرار كاس مجلس سذاكال يرحب بقرارات اتحاد كرة القدم وكثم الكلام دخل الحوش هذا ما كتبه الصحفي إسماعيل حسن في عموده وكفانه في عموده أيضا الموجة الأزرق كتب معتصم محمود كفاح كشف الهلال تمديد جديد لمجلس الهلال شباب الهلالي وواصل الإعداد الممتاز يعود الخرطوم بالتجمع في أربعة ملاي في الصفحة الأخيرة كتب عبدالله مسار في عموده المصيحة مصير المتآمر ضد وطنه وكتب صلاح الدين عوضة في عموده بالمنطقة نموت فيها وكتبت مونة أبو زيد في عمودها هناك فرق من يجرؤ على الكلام وكتب ياسر زين العابدين المحامي في الحقيقة عندما تنزوي الشرطة في صحيفة التيار مليونية سلطة الشعب تعلن التوجه إلى القصر تفوض الجيش بالتدخل لحسم التفلتات الأمنية غرفة الإنتاج الحيواني للتيار زيادات جديدة في أسعار الألبان كيانات صحفية سودانية تدين جريمة مقتل شيرين أبو عاقلة التيار تنشر بنوض ميثاق سلطة الشعب ولجنة المعلمين وزارة التربية بالخرطوم ليس لها حق الرد على المذكرة القبض على مقتصبي ست نازحات بشمال دارفور وفي الصفحة الثالثة هي صفحة تحقيق صحيفة التيار منفط صراع الأثيان وفي صفحة تقارير منتجوا المفازة يهددون بالاعتصام هياكل البنك الزراعي في الولايات كيف ينعكس أداؤها على الإنتاج السفير جمال محمد إبراهيم يكتب بشير عباس شيخ طريقة موسيقية مفاصيل خلية الإخوان الإرهابية الشرطة انتفاض الحوادث المرورية والجرائم الجنائية موسيقى في صفحة راي مسامرات صحفية في حضرة العقيد بعمر القذافي موسيقى دراكولا في باكستان في الصفحة العاشرة الضليعة في السينما وفي الصفحة الرياضية مدسر خيري يؤكد قانونية مشاركة حارس المريخ مجلسة مستدين يكشف قطة التعاون مع أندية المنتاز الهلال يفتح ملف القمة وموتى يعد بتخطي المريخ القمة خارج العاصمة هل يواصل المريخ التفور موسيقى في الصفحة الأخيرة في عموده حديث المدينة كتب عثمان ميرغني اعتذري للسماء مع ذلك كتب دكتور عبدالله علي إبراهيم رسالة إلى مركزية القهد عن لجان المقاومة مع الدكتور عبدالله علي إبراهيم موسيقى ظاهرة مناخية تهدد الأرض 1.5 درجة تنذر بعواقب وخيمة موسيقى موسيقى وفي صحيفة الجريدة التوقيع على مثاق تأسيس سلطة الشعب في صيغاتها النيائية والدته توباك يتعرض للموت وسلطات السجن ترفض عرضه على الأطباء إضراب جزء للعملين عن غير الأكاديميين والمقاومة ترفض أي تفاوض مباشر مع العسكر موسيقى في صفحة حوار بصحيفة الجريدة الناطق الرسمي السابق لحركة الإصلاح الآن وصلاح الدام بالجريدة عقارب الساعة لن تجري إلى الوراء والتيار الإسلامي فاقد الصلاحية موسيقى النزاع في دارفور الاستلاع على الذهب محرك الصراع الجديد خبير سياسي الصراع الحالي مرتبط ارتباطا وثيقا بمورد الذهب الذي استقر به المقام في قبضة قائد قوات الدعم السريد الآلية الثلاثية أعلنت مباحثات غير مباشرة هل ينجح التفاوض الفردي في إزالة عثراء القطور؟ موسيقى في صفحة البساط أحمدي وهي من إشراف فرندة بخاري الإعلامي عمر الجزل يشه من اتجاهه ويردد يعيب الشوم بعد نصف قرن من العطاء موسيقى دعوا لوقف احتجاجية معهد النور لتعليم المقفوفين يناشد بالوقوف مع الطلاب في محنتهم إيمان الشريف وتلتقي جمهورها اليوم بنادي الطباط موسيقى وفي الصفحة التحقيق عودة تجارة المقاومة إلى المواكب اللامركزية هل حان أوان الضرباء القاضي موسيقى في الصفحة الأخيرة في صحيفة الجريدة كتب زهير السراج في عموده مناظر الشاهدة والشهيدة ساخر سبيل كتب الفاتح جبرى القائد المهتار وكتب حيور المكاشفي في عموده بشخافية دجاج لت الانقلاب كتبت صباح محمد الحسن في عموده أطياف حتى لا تفشل الآلية في مهمتها ونختم بصحيفة اليوم التالي البرهاني التمع المزارعية الشمالية اليوم لحسن القضايا العالقة تعليمات الجيش بحسن التفنتات والمظاهر السالبة الجبهة الثورية نتطلع إلى دور مصري لحد الأزمة السياسية موسيقى وفي الصفحة الثالثة قرار بمراجعة عمل المجلس القومي للأدوير موسيقى وفي الصفحة الرابعة مع الغرف والخبير الإعلامي علي شمو الزوم في الفضائيات الخدعة وتزوير لو تخطى هذا القدر موسيقى عرف المجتمع السوداني الصحافة بسبب الإنجليز ولخدمة الناس والحكومة معا موسيقى موسيقى وفي الأخيرة الداخلية في صحيفة اليوم التالي قوافل ثقافية لكل ولايات السودان خلال هذا العام موسيقى ولكن بداخلها مواضيع اجتماعية وفنية ثقافية وأيضا رياضية نسمع لحن ونعود للتواصل معكم من جديد عبر الصباح البيانيثيام خليكم معا